هبدأ أخباري مع حضراتكم النهاردة بقيام وفد من نادي الشرقى الإماراتي لرادات الدفاع عن النفس بالزيارة النهاردة لنادي الأهلي وده كان على هامش زيارته أو زيارة فريد تايكوندو تحديدا للقاهرة عشان يعني يعملوا معسكر تدريبي فيها ويخوضوا خلال المعسكر ده عدد من المباريات الودية كان في استقبال الوفد دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وضم الوفد الإماراتي كل من عبيد العسم عضو مجلس إدارة النادي وعبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب وأسامة محمد الرديني السكرتير الفني لتايكوندو وعلي علوي المدير الفني لفريد تايكوندو في نادي الشرقى وطبعا كان زيارة الوفد محل ترحيب واستقبلهم دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة وأكد طبعا على عمق ومتانة العلاقات اللي بتجمع بين النادي الأهلي وكل أندال عربية شقيقة في الإمارات وخصوصا طبعا نادي الشرقى ويمكن خلال الزيارة دي يعني لعيبة فريق الشرقى والمسؤولين فيه خدوا جولة في النادي الأهلي في الجزيرة وشافوا تفقدوا دولاب بطولات النادي الأهلي وشافوا زاروا ملعب مختار التتش وزاروا كمان صالات المغطاة سواء صالة الأمير عبدالله الفيصل أو صالة الشهداء وفيه ختام الزيارة كان فيه تبادل بين دكتور مهند مجدي ودكتور سعد شلبي سلموا طبعا للوفد نادي الشرقى علم النادي ودرع النادي الأهلي للوفد الإماراتي كل التوفيق طبعا وأهلي وسهلا الأهلي طول عمره أبوابه وخبراته مفتوحة أمام طبعا كل الأشقاء مش بس على مستوى الوطن العربي لكن كمان حتى العلاقات قوية جدا ومتينة مع كل الأندية الإفريقية طيب قصة ترجمة نانسي قنقر